هذا والتقى سامح شكري وزير الله خارجية بأديس أبابا المديرة التنفيذية الوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية النباد جاء ذلك في بيان صحفي نصادر عن وزارة الخارجية وأكد وزير الله خارجية اهتمام مصر بتعزيز الدور الذي تقوم به النباد لحج الموارد وذلك لتعظيم الاستفادة من اتفاقية تجارة الحرة القارية وخلق ممرات للتنمية بين الدول الافريقية وسلاسل القيمة المضافة داخل القارة من جانبها أعربت المديرة التنفيذية لنباد عن تطلعها إلى تنسيق المستمر مع مصر خلال العامين القادمين لرئاستها اللجنة التوجهية مشيرة إلى رغبتها في زيارة مصر ومقابلة الوزراء المعنيين بملفات تنمية مختلفة